كنت أتكلم عن قضايا الإعلام التي تجري هذه الأيام وفي وقتنا هذا فأعيد وأضرب لكم مثالا حول الطريقة التي يجب أن تتبع الآن والآن ولله الحمد والمنى التشيع ينتشر الطريقة هي أنه ضربت المثال الآتي عندما نسأل مثلا عن قضية لماذا تسجدون على تربة الحسين ونحن في رحاب الحسين عليه السلام فالآن لسنا في معرض الجواب في هذا الزمن أخواني اسمعوني جيدا يا شيعة الآن نحن لسنا في موقف الدفاع عن لماذا نسجد على التربة أو لا نسجد على التربة الآن نحن في موضع السؤال ما الذي تشكله ما الدليل الذي يمنعنا من السجود على التربة انتهى الزمن اللي أنا أجيب أن البخاري قال أنه كانوا يسجدون على الخمر وأنهم كانوا يضعون العم وكانوا يسجدون على الحصى وكانوا يبردون الدليل من البخاري وإلى آخره عندنا الأدل لكن الآن السؤال أنا أريد أن أسجد على تربة الحسين لماذا تنكر علي؟ شو دليلك؟ مسألة أنه زيارة القفور الأربعين المشي ياخير دمشي للأربعين للخمسين للعشرين أنت شو دخلك في هذا الموضوع؟ شو الدليل المانع؟ فالآن لا يوجد الآن لا يوجد مجال إلى أنه أنا أعطيك الأدلة لأدافع الآن أنت دافع عما عندك انتهى الزمن أنا أضرب لكم بعض الأمثلة طبعا أنا أردت أن نبدأ بآية ونفسر هذه الآية لكن في الطريق مثلا هذا كتاب اللقاءات الشهرية هذا ليبنع ثيمين أخواني أنا وجدت أمورا الشيعة كل الشيعة والسنة قد وقعوا في هذا الأمر ومنهم شيخ موجود على الأنترنت أظن أن اسمه صالح المغامسي أو كذا نعم صالح المغامسي عندما يروي كيف أن الصلاة على محمد وآل محمد كان في مستشفى وأن إحدى الممرضات ويظهر أنها كانت من جنوب لبنان لبنانية وكانت العملية موجود القصة ويرويها صورة وصوت فكانت العملية يعني مستعصية وما شاكر ذلك فقالت له صلي على محمد وآل محمد فلما صلى على محمد وآل محمد هو يرويها الآن أكتبوا وتجدون هذه القصة فهذا الأمر الأمر هذا موجود عند الشيعة والسنة ابن عثيمين يسأل سؤال سأضع لكم الكتاب والأخوة اللي على برنامج التكتوت يذهبوا إلى قناة الحجة واليوتيوب ليروا أنه الأمر واضح عن طريق مشاهدة الكتاب أخواني هذا كتاب اللقاءات الشهرية وهذه الطبعة الحديثة التي طبعتها مؤسسة ابن عثيمين وكما تشاهدون أنا أقرأ من المجلد الثالث وطبعت مؤسسة ابن عثيمين شوفوا أخواني الكرام حرسكم الله تبارك وتعالى يسأل السؤال الآتي يقول يقول فتاة هو يسأله السؤال الآتي فتاة تبلغ من العمر ستة عشر عاما مريضة جدا والأطباء عجزوا عن علاجها الله أكبر يقول أنا يعني الراوي البنت يقول صارت هذا الأمر عندي يعني يقينا صار عندي يقول عجز الأطباء عن علاجها وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ونامت وفي منامها جاءت السيدة زينب سلام الله عليها أمامكم على الشاشة وأعطتها شربة ماء ولما استيقظت من نومها وجدت نفسها شفيت تماما بإذن الله ووجدت قطعة قماش مكتوبا عليها أن تنشر هذه الرسالة وتوزعها على ثلاثة عشر فردا ووصلت هذه الرسالة إلى عميد بحري الآن هي شفيت أنه ببركة زينب عليه السلام ووجدت الرسالة ووزعت الرسالة طبعا الوحابية يقولون هذا كذب ابن عثيابين يقول هذا كذب سأبين لكم القضية يقول فوزعتها فحصلت على ترقية يعني هذا الرجل لما نشرت الرسالة فعلا وإذا به يأخذ الرسالة وأيضا الله وفقه ببركة زينب عليه السلام فترقى بعدين يقول ووصلت إلى تاجر فأحملها أحمل الرسالة فتعرض إلى خسارة كبيرة بعدين يقول لا وصلت إلى رجل فقير فوزعها فحصل على ترقية وحلت جميع مشاكله خلال ثلاثة عشر يوما الآن يسئله يقول أنا اش يسوي أنشر هذه المسألة ولا ما أنشرها عفوا ابن عثيمين ملخص الجواب ماذا قال أمامكم على الشاشة قال هذا كذب يقول ولا يحل لأحد أن ينشرها أو يوزعها لا على ثلاثة عشر ولا على حتى واحد يقول ولا يحل توزيعها على الأطلاق زين الآن عندنا يقين حصل لأناس وهذا الكتاب أنتم طبعتموه والسائل ما سأل سماحة السيد السستاني ولا سأل مثلا المرجع الشيعي السائل معناه سني وسأل السنة اللي وعالمهم ابن عثيمين وعالمهم أجاب سؤالي هؤلاء الذين نقلوا مش واحد ولا اثنيا ولا ثلاثة وموجود قلت لكم الفيديو لماذا تحاربون كرامة الحسين عليه السلام وزينب سلام الله عليها هذه واحدة اثنين اخواني هذا كتاب أمامكم على الشاشة كتاب أمامكم على الشاشة سأضعه الآن على الشاشة ولكم الحكم ابن جوزي ابن جوزي هذا كتابه أمامكم على الشاشة ابن جوزي عنده كتاب يكتب فيه يكتب فيه التاريخ فيقول ابن الجوزي وهذه من الطبع المحققة نشر أحد الأخوة جزاء الله خير الجزاء يقول يقول أنه هذا الرجل جعفر الخلدي يقول كان بيا جرب فيه جرب جرب عظيم وهذه القضية لم تحدث مع هذا إنما حدثت مع أكثر من شخص يقول فتمسحت يابا لا هو الشيعي لا لطبع الكتاب شيعي لا العالم شيعي لا هذا شيعي كلهم سنة اللي قرأتهم سنة وصالح المغامسي موجود الفيديو سني وهذا ابن جوزي سني والطابع سني والمحقق سني والمبتلى سني والمفرج عنه ابتلاء سني وتالي يجون يتكلمون على الشيعي تم لاحظ يعني يزيد سني وجيش سني والإحصان سني والجمل سني والسيف سني والجيش سني والأموال سنية والرواتب سنية كل هاي اللي قتله الحسين ومن تقوله من قتله حسين يقولك الشيعي تم لاحظ الإعلام إش قد ظالم يا أهل السنة أتلاحظون الإعلام قل لهم من قتله الحسين يقولك الشيعي والجيش سني ولي الأمر سني والقادة سنة وابن سعد بن بوقاص القائد والأموال سنية والدولة سنية والقاتل سني ويذبوها برأس الشيعي فالآن الطابع سني والمبتلى سني والمؤلف سني والمحقق سني أو كلهم سنة وبعدين يجون على الشيء يقول كان بي جرب عظيم فتمسحت بتراب قبر الحسين عليه السلام مسح بتراب قبر الحسين عليه السلام فغفوت فانتبهت وليس علي منه شيء وزرت الحسين عليه السلام زرت قبر الحسين عليه السلام فغفوت عند القبر غفى عند القبر فرأيت كأن القبر قد شق وخرج منه إنسان فقلت إلى أين يبن رسول الله فقال من يدي هؤلاء هذا الرجل السني شفيا بقبر الحسين عليه السلام وبتراب الحسين عليه السلام زين هذولا ناس عاديين وابن الجوزي عادي وفلان عادي ومعرف هذا عادي والقصص اللي موجودة كلها قصص عادية شنو رأيكم بابن خزيمة شنو رأيكم بابن حبان ابن خزيمة أخواني ابن خزيمة هذا صاحب كتاب التوحيد هذا ابن تيمية وجماعته يقولون إذا أردتم وبالمعسبة هذا ضد الرافضة إذا أردتم التوحيد فهذا يسمى التوحيد ابن خزيمة توحيد رجل يعني سلف يقح يقول هذا ابن خزيمة يقول إذا حلت بيه شدة الطابع شيعي المؤلف شيعي وأنتم تقولون اقرأ كتابه هو يروي لكم يقول إذا حلت بيه شدة هو وابن حبان يروي في كتابه الثقات يقول أين أذهب أذهب إلى إيران إلى قبر الرضا عليه السلام فاللي كانوا حول ابن خزيمة لما وصلوا إلى تلك البقعة أنا الآن نتكلم من حفظين شئتم أريتكم الكتاب يقول لما وصلنا إلى تلك البقعة رأينا من إمام التوحيد ما تحيرنا يعني ذهلنا من تعظيم ابن خزيمة لتلك البقعة سؤال متعلق الإجابة بالذات ولا بالله تبارك وتعالى يعني إذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني طب من اللي يجيب الله صح الذي يجيب الله الله سبحانه وتعالى موجود فقط عند قبر الإمام الرضا ولا الله تبارك وتعالى من العراق وأنظر للسماء أنتوا تقولون بالسماء من العراق وأنظر للسماء ومن الإيران أنظر للسماء ومن لندن أنظر للسماء فالسؤال لماذا يذهب إلى تلك البقعة والمجيب هو في السماء الله وممكن أن يناديه من إيران ومن السعودية ومن العراق ليش يذهب إلى تلك البقعة وينادي الله إذا كان المجيب للدعاء ولأن يحل المسألة هو الله تبارك وتعالى خلونا نفكر بأقلاني أنا ما أقول الله موجود في كل مكان أنا أعتبر المكان خلق لكن وجود الله تبارك وتعالى علم الله تبارك وتعالى الله يسمعني ويستجيب لي وأنا في لندن ويستجيب لك وأنت في بغداد ليش ذهب علماؤكم لتلك البقعة حتى يدعون الله اللي بسمه اللي يجيب ما من يمك يجيب الله اللي هو بسمه مش في هذه البقعة الجواب بسيط هو الجواب الشيعي وفي داخل كل إنسان أنه الله تبارك وتعالى هناك طرق وضع الله تبارك وتعالى اللي يسلك هذا الطريق يصل إلى الله تبارك وتعالى لأنه الله تبارك وتعالى أراد أن يعبد من حيث هو يريد لا من حيث أنت تريد والدليل على ذلك كانت عندي مناظرة قبل يومين سألت هذا الشيخ قلت له سؤال قال جواب قلت له الله يحتاج إلى خلقه قال لا قلت له الله يحتاج إلى الوسيلة قال لا والآن أنتم أسألكم أسجلوا يا شيعة هل الله يحتاج إلى الخلق لا هل يحتاج إلى الوسيلة لأن الله هو الغني نحن الفقراء والله الغني فقال لا الله لا يحتاج إلى وسيلة قلت له إذن الله تبارك وتعالى والعياذ بالله يخدعنا قال شلون قلت له هو قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة إذا هو ما يحتاج الوسيلة الله لا يحتاج الوسيلة ليش يقولوا أنه ابتغوا إليه الوسيلة هو يقول رأسا مقابل إلى الله إذن الله يريد أن يلعب علينا ويخدعنا طبعاً أنا إخواني أستخدم هاي يغدعنا يلعب علينا بعض الأحيان الأخوة أشكلوا علي لأنه يقول عندما قال قلت إن النبي محمد صلى الله عليه وآله كان في الغار وهو عند الولاية التكوينية ويشق القمر قال لماذا تقول يا حجي إنه يا أستاذ وعد لماذا تقول إنه النبي لما ذهب بالغار إذن على مبناكم إذن النبي عندكم جبان قال استخدم تعبير أفضل من هذا التعبير لأن التعبير يعور قلوبنا لا أخواني أنا أريد أن أبين للمشاهد أنه معال مؤدى عقيدة هؤلاء إلى أنه يطعنون بالله وبالنبي الآن هذه العقيدة الله ما محتاج إلى وسيلة و الله في القرآن يقول اتقوا الله وابتقوا إليه الوسيلة إذن الله سبحانه وتعالى يغدع الناس ويقول لهم ابتغوا إليه الوسيلة في حين هو يقول نحن أقرب إليكم من حبل الوريد هو أقرب إلينا من حبل الوريد يعني هنا أقرب لماذا أذهب إلى إيران ولا إلى الحسين عليه السلام ولا إلى الإمام الرضا ولا 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 لمن أنت تروي أنه نحن نتعلق بأستار الكعبة نتعلق بأستار الكعبة ولما أنت تروي أنه هذا القماش اللي تصنعه يقصوه ويوزعوه للبركة ولما أنت تروي أنه الماء الذي يسقط على الكعبة يملوه ويوزعوه ماء المطر ليش ما هي حجارة إذن أخواني أيها المشاهدون الكرام أنا أريد أن أضع لكم هذه المنظومة الفكرية اللي أسسها الله تبارك وتعالى أنه استخدام القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم لخداع الناس انتهى هذا العهد الآن زمن تفكيك العبارات الآن زمن تفكيك العبارات كيف نفكك العبارات والآن أنا سأذكر آية من الآيات اللي أردتها نبدأ بها وسبحان الله أخذنا الموضوع في سورة إبراهيم عليه السلام هناك آية وسأترك المجال لكم تفكروا وابحثوا وغدا عندما تأتون عندنا في البرنامج أناقشكم في هذه الآية شوفوا أخواني سلاسة البرنامج اليوم أقول لكم الآية وأقول لكم ما الذي نريد من الآية وأنتم تفضلوا ماذا يقول الله تبارك وتعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ألف لام را ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم أسألة أسألة أفتشوا وأجيوا الآن الله أنزل الكتاب هناك منزل وهناك منزل عليه وهناك متلقي لذلك المنزل المنزل من يعني اللي يسموه الفاعل فاعل من العلوم يقولون هو الله تبارك وتعالى المنزل عليه من هو النبي محمد صلى الله عليه وآله الكتاب إيش هو القرآن الكريم شنو العلة ليخرجهم من الظلمات إلى النور شنو الظلمات وشنو النور يقولون أن الظلمات يعني الكفر والنور هو الإيمان إذن لما تفكك العبارات منزل منزل عليه كتاب ظلمات نور ثم بعد ذلك يقول بإذن ربهم يعني يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم شنو بإذن ربهم يعني هذا الإذن تكويني يعني أن الله تبارك وتعالى يجب على هذا المخرج أن يترك الظلمات إلى النور أو ما معناه بإذن ربهم أن أطيكم المفاتيح وبكرة تعالوا ناقشوا ثم بعد ذلك ماذا يقول الله تبارك وتعالى يقول إلى صراط العزيز الحكيم رحمة الله على والديك أخونا أزاكم الله خير إلى صراطي العزيز الحكيم طيب حيا الله السيد حيا الله سيدنا الحبيب ما تبين عندي الصورة حياك الله اليوم عندنا مشكلة الآن أجي أجوياك سيدنا الآن وأجيويا الأخوة الكرام أي واحد أبو كريم ولا الأخ أبو آدم يكتبوا لي أن ما أشوف الصورة طيب أنا أرجع للمسألة يقول إلى صراط العزيز الحكيم الآن سؤال وعندي غاية من هذا السؤال ورح أفتح باب الاتصالات هذه الآية أناقشها غدا الآن الله قال كتاب أنزلناه إليك يا محمد صلى الله على محمد وعلم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور سؤال وسؤال مدمر أخرجهم أو لم يخرجهم يلا جاوبوا الآن الله قال له تفضل يا محمد صلى الله على محمد وعلم هذا الكتاب وأخرجهم من الظلمات إلى النور الآن أمة محمد والأمة الإنسانية يعني أرسل كافة للناس خرجت من الظلمات إلى النور أو لا زين لما خرجت من الظلمات إلى النور إيش هو النور؟ صراط العزيز الحميد فهل الأمة الآن على صراط العزيز الحميد أو لا؟ هذه أسئلة هكذا البرنامج يفكك العبارات انتهى الزمن ذلك الزمن اللي أنه تخرج على الفضائية وتقول ما تريد ترجمة نانسي قنقر